الحمد لله رب العالمين الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا أين ولا مكان ولا جهة ولا حيز له سبحانه سبحانه تنزه ربي عن القعود وعن الجلوس وعن الحركة والسكون وعن الاتصال وعن الانفصال سبحانه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد الرسول الله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله فاللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أيها الإخوة المشاهدون صبحكم الله تعالى بكل خير أحببنا أن نتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن أمر الزواج عن أمر النكاح في الإسلام وهو أمر عظيم وقد تكلمنا في بعض اللقاءات هنا عما يحصل بين الزوجين وقدمنا بعض النصائح ونحو ذلك وكل مدة وأخرى يعني يظهر علينا يخرج علينا بعض الأشخاص يعني هذا يأتي بفكرة من عنده وهذا يأتي بفكرة من عنده مرة شخص يتكلم عن الطلاق الشفوي وأنه لا يقع وبينا ذلك وآخر يعني يخرج علينا بما يسمى زواج التجربة إلى غير ذلك من المسميات فينبغي أيها الأحبة أن نعلم أن النكاح في الإسلام أمره عظيم والزواج في الإسلام أمره عظيم وأن النكاح في الإسلام هو أمر يعني سماه الله ميثاقا غليظا سماه الله ميثاقا غليظا وليس لأي أحد أن يأتي من تلقاء نفسه أو أمور الدين عامة أمور الدين عامة ليس لأي أحد أن يأتي من تلقاء نفسه ويأتي بفكرة هو يأتي بها من عند نفسه فعلم الدين أمانة أمانة شرعية ينبغي أن تؤدى كما يعني تلقاها الإنسان عن غيره من الثقات فليس للإنسان أن يأتي من تلقاء نفسه بفكرة هكذا فعلم الدين ليس فكرة يفتكرها الإنسان أو شيء هو خطر على باله كان يعني جالسا أو نائما فخطر على باله شيء فجاء وتكلم به لا الأمر ليس هكذا بل ساداتنا العلماء لما تكلموا في كثير من الأمور الشرعية والأحكام الشرعية بنوها على أسس على قواعد بنوها على أدلة شرعية منضبطة من الكتاب والسنة والأثر والإجماع إلى غير ذلك فينبغي علينا أن ننتبه لمثل هذه الأمور فالزواج في الإسلام هو أمر عظيم آية عظيمة من آيات الله والزواج في الإسلام قائم على المودة والرحمة والسكن والعطف والإحسان قائم على حسن الخلق قائم على حسن الظن أن يحسن كل منهما ظنه بالآخر ليس قائما على إساءة الظن لذلك قالوا من حسن ظنه طاب عيشه من حسن ظنه طاب عيشه فينبغي أن ننتبه لمثل هذه الأمور الزواج قائم على المودة والرحمة على الستر والتغطية بل لو نظرنا إلى آيات القرآن في تشبيه القرآن لهذا الأمر بالنسبة للزوج والزوجة يعني هن لباس لكم وأنتم لباس لهن واللباس هو ما يستر الشيء الذي خلفه يعني كل منهما يستر الآخر وقال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا حتى في أمر الانفصال وفي أمر الافتراق قائم على الإحسان فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بإحسان فينبغي أن يقوم الأمر على الإحسان على الفضل ليس يعني مثلا في قضية ما أثير في الفترات الماضية أنه زواج التجربة ونحو ذلك مما يسمى يعني مثلا نجد أن الذي قام بهذه الفكرة ماذا يقول يقول أنه يعني في تعبيره يقول أنه الخصمان لا لماذا جعلت الزوج والزوجة يعني خصماني لبعضهما الله يقول مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة فكل ذلك قبل يعني كل ذلك يتبين لنا بأي شيء يتبين لنا بالعلم فيتبين لنا أيها الأحبة أنه لا بد من العلم لا بد من العلم لأن العلم هو الذي ينير لك الطريق العلم هو الذي ينير لك الطريق وقالوا علم أهل السنة مفتاح الجنة والنبي عليه الصلاة والسلام قال رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش فينبغي على كل واحد مننا أن يتعلم فبالعلم يتضح لك الطريق بالعلم يتبين لك الحلال والحرام بالعلم تعرف ما لك من حقوق وما عليك من واجبات فإذا عرفت ما عليك من حقوق أديتها كما أمر الله سبحانه وتعالى وإذا عرفت ما عليك من واجبات عملت على آدائها وعدم التفريط فيها يتبين لك الحلال والحرام لذلك لما وص سيدنا علي رضي الله عنه تلميذه كميل بن زياد قال له يا كميل العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال العلم يحرسك يحفظك وأما المال أنت تحرسه تكون حريصا عليه تكون حارسا عليه تكون أمينا عليه العلم يحرسك وأنت تحرس المال العلم يزكو على العمل لذلك قالوا زكاة العلم أن يعلم زكاة العلم إخراجه أن يعلم للغير العلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة وصنيعة المال تزول بزواله مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقيت دهر فالعلم أيها الأحبة هو الأساس الذي به تنصرح الأحوال لذلك لو نظرنا في القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى ما أمر نبيه بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم فقال سبحانه وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما فالعلم ينبغي علينا أن نتعلم ينبغي علينا أن ندرك ذلك فالزوج والزوجة كلاهما قبل أن يقدم كل واحد منهما قبل أن يقدم كل واحد منهما إلى أمر النكاح ونحو ذلك عليه أن يتعلم بل إن عقد النكاح يحتاج إلى مزيد تثبت واحتياط لماذا؟ لأنه ستترتب عليه أمور كثيرة من الأولاد والإرث إلى غير ذلك فتترتب عليه أمور كثيرة فيحتاج إلى مزيد تثبت واحتياط ليس هكذا ليس الأمر تجربة فينبغي أن ننتبه فما أثير أو ما سمي بزواج التجربة وإن كان صاحبه لا يقصد مثلا أنه يعني كما أثير مثلا أنه يشبه زواج المتعة ونحو ذلك فالزواج المتعة هذا محرم بالإجماع هذا محرم بالإجماع فالزواج هو ميثاق غليظ لا يجوز العبث به ولو اشترت الطرفان اشترتوا عدم وقوع انفصال من الزوجين لمدة مثلا خمس سنوات أو أكثر أو أقل يعني في الذي اقترح هذه الفكرة يعني وضع لهم مدة محددة أنه لا يجوز لهم أن ينفصلوا أن الزوج ليس له أن يطلق زوجته قبل مضي هذه المدة وكذلك الزوجة ليس لها أن تطلب مثلا الخلع من زوجها للضرع الذي قد يلحق بها أو أن يفرق بينهم القاضي هذا اشتراط يعني على خلاف ما ورد في شرع الله هذا اشتراط هذا شرط على خلاف ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن ننتبه أيها الأحبة فإن الزواج هو من أعظم آيات الله وميثاق سماه الله ميثاقا غليظا ومنظومة متكاملة تحفظ حقوق الرجل والمرأة وبقاء زواجهما وسعادتهما وتحفظ ما ينتج عن هذه العلاقة من الأبناء وهكذا ومن أهم دعائم ونجاح هذه المنظومة هو قيام عقد الزواج بين الرجل والمرأة على نية الاستمرارية ليس مؤقتا بوقت معين والتحمل الكامل لمسؤولياته كافة لا أن يقوم على التأقيد لأنه لو كان مؤقتا بمدة لو يوم لو إسبوع لو سنة لو شهر لو عشر سنين هذا يكون مؤقتا بمدة وهذا يسمى في الإسلام بنكاح المتعة وهو حرام بالإجماع كما ورد ونكاح المتعة كان قد أبيح في صدر الإسلام ثم حرم ثم أبيح إلى مدة ثلاثة أيام في فتح مكة ثم حرم بعد ذلك كما ورد في صحيح مسلم فإن الله حرمه حتى فيما يروى أن سيدنا بن عباس كان يفت الناس به بعد أن سمع حله مرة ثانية من النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه ما سمع التحريم فجاء إليه سيدنا علي رضي الله عنه وقال له إنك رجل تائه فبين له أن النبي عليه الصلاة والسلام حرمه وهذا الحكم باق إلى يوم القيامة وهذا الحكم باق إلى يوم القيامة فينبغي التنبه لذلك فإنقصد الرجل المتعة إلى أجل حدده الطرفان سلفا مقابل مثلا مبلغ من المال يدفعه الرجل للمرأة ولو سمي هذا المبلغ سمي مهرم ونحو ذلك دون اكتراث بما يترتب عليه من حقوق ومسؤوليات وأبناء وبنات وعلى الجانب الآخر كفل الإسلام لكل طرفي هذا العقد الحرين البالغين العاقلين الراشدين حق إنهاء الزوجية في أي وقت استحالت فيه العشرة بينهما دفعا لضرر محقق لا يحتمل مثله عادة يعني إذا حصل بينهما شيء هذا الكلام يعني من بيان الأزهر الشريف حول هذا الموضوع وأما عن صورة عقد الزواج المسمى بزواج التجربة فإنها يتنافى مع دعاء منظومة الزواج في الإسلام وتتصادم مع أحكامه ومقاصده إضافة إلى ما فيها من امتهان للمرأة يعني لو نظرنا بشيء من التفصيل إلى هذا العقد نجد مثلا أن الذي قال بهذه الفكرة وضع هناك وضع شروط أولا مثلا أنه يعني انقصد بالتجربة أنه محدد مؤقت فهذا يسمى زواج متعة وهذا محرم في الإسلام هنا إن كان فيه تقييد لحق الزوج في التطليق مثلا أو لحقها في طلب الخلع أو لحق القاضي في التفريق بينهما فهذا اعتداء على حقوق الغير كمان لفظ الزواج كما قال هو في بعض المقابلات قال إنه تلاعب باللفظ وقال في مرة إنه فرأة إعلامية إلى غير ذلك نقول الألفاظ في الشريعة الإسلامية والكلمة في الشريعة الإسلامية لها مكانتها ولها قيمتها ليس الأمر هكذا لا يجوز للإنسان أن يتلعب بالألفاظ على هواه الله يقول في القرآن ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلان وهذا حرام لتفتروا على الله ينبغي أن ننتبه والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفة فالإنسان عليه أن ينتبه الألفاظ في الإسلام لها قيمتها الكلمة في الإسلام لها قيمتها لها مكانتها فليس لأي أحد أن يقول أستنى كنت بهزر كما يحصل في مسألة الطلاق ونحو ذلك يقول لك أستنى كنت بهزر معاها أو كنت بتحك معاها لا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا في الحديث الذي روي عنه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد يعني حتى ولو كان الواحد بهزر فيهم فكلامه يحمل على محمل الجد لأن هذا ليس مجالا للتلاعب ذكر منها النكاح والطلاق والرجعة ذكر منها النكاح والطلاق والرجعة فإذا لا يجوز أن نطلق عليه نلظ الزواج تجربة ونتلعب بالألفاظ لأن الزواج في الإسلام له حكم كثيرة وعقد له قيمته وله ميثاقه وله موقعه معنا اتصال بسم الله عليكم وعليكم السلام شكرا شكرا اتفضل وقل له حضرتك أنت كنت في حالة من الحلقات كنت فيه سالك على صحة حديث عين الله كمان وضح الصوت بس كمان كده تفضل لفظ أين الله وورد في صحيح بن حبان بلفظ قال لها من تعبدين وورد في موطأ مالك قال لها أتشهدين فنحن فهذا الحديث هذا الحديث نحن ذكرناه قبل أنا عرفت المتصل هذا الحديث لأنه سبحان الله العظيم بعض الذين ينسبون إلى الله الجهة والمكان والحيز وينسبون إلى الله ما لا يجوز يظنون أن لهم أن هذا الحديث هو دليل لهم ومرجع إليهم هذا الحديث الإمام النووي وهو من أعظم شراح صحيح الإمام مسلم ذكر في هذا الحديث قال من قبل هذا الحديث من العلماء قبله على التأويل أولا ينبغي أن يعلم أن الله ليس كمثله شيء وأن الله سبحانه وتعالى يعني لا يحتاج إلى شيء من خلقه الله غني عن العالمين الله غني عن العالمين الله لا يحتاج إلى شيء من خلقه فأنا أن هذا الحديث ورد بروايات عدة ورد في صحيح مسلم بلفظ قال لها أين الله قالت في السماء ورد في صحيح ابن حبام قال لها من تعبدين قالت أعبد الله ورد في موطأ مالك قال لها أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فشهدت هذه روايات هذه روايات وردت هذا في متن الحديث فينبغي علينا أن لا نستمع لأي أحد ينبغي علينا أن لا نستمع لأي أحد لأن هؤلاء يعني جعلوا أمر الاعتقاد قائم عندهم على الوهم والتخيل والتصور والأمر ليس كذلك معرفتنا بالله قائمة على تنزيه الله لذلك قال العلماء عظمة الله أنه لا يشبه شيئا من خلقه الله كان موجودا قبل خلق السماء والأرض والعرش وكان موجودا قبل خلق كل المخلوقات وبعد أن خلق المخلوقات سبحانه وتعالى لا يتغير عما كان أما ما ورد من الآيات المتشابهة التي ظاهرها يوهم أن الله في جهة من الجهات أو أنه في جهة فوق أو الأحاديث ونحو ذلك نقول هذه الآيات المتشابهة والأحاديث المتشابهة لها معنى يليق بالله عز وجل لذلك قال العلماء المحكم والمتشابه إن شاء الله نفرد حلقة لهذا الموضوع المحكم هو معناه واضح وظاهر ليس كمثله شيء هذا محكم المتشابه ما كان له أكثر من معنى ما كان له معاني متعددة ويحتاج الواحد حتى يفهم المعنى المراد منه يحتاج إلى أهل النظر والفه لحمله على الوجه المطابق حتى لا يحصل التعارض والتناقض في آيات القرآن الكريم القرآن يقوي بعضه بعضا وليس يعارض بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا فينبغي علينا أن ننتبه أيها الأحبة ونحمل الأحاديث يعني كما قال أهل العلم ونعود إلى أهل العلم الثقات إلى ما أجمعت عليه الأمة لا نستمع إلى هؤلاء المشبهة والمجسمة الذين كفروا الأمة والذين ضللوا الأمة والذين اتهموا الأمة بالتضليل والتبديع والتفسيق وكفروا العلماء وكفروا الأزهر الشريف وكفروا علماء الأزهر وكفروا علماء الأمة ينبغي أن ننتبه لمثل هؤلاء ينبغي أن ننتبه لمثل هؤلاء وإن شاء الله سنفرض حلقة لهذا الموضوع وسنتكلم فيه بشيء من التفصيل بإذن الله تعالى فنعود إلى ما كنا نتكلم فيه فأمر الزواج قلنا هذا سماه الله ميثاقا غليظا ينبغي علينا أن ننتبه له وينبغي علينا أن ننتبه لألفاظنا فليس لشخص أن يقول أنا كنت أتلاعب بالألفاظ حتى أحدث فرقعة إعلامية علينا أن نتق الله عز وجل ونقول لمثل هؤلاء ارفعوا أيديكم عن أحكام الشريعة نقول لكل إنسان ما دمت لست أهلا لأن تتكلم في دين الله فليس لك أن تقحم نفسك في هذا الأمر فدين الله عظيم وأحكام الشريعة عظيمة ليس لأي أحد أن يعبث بها ولا أن يدخل فيها برأيه بل الأمر منضبط بالأدلة الشرعية بل الأمر منضبط بالأدلة الشرعية ينبغي علينا أيها الأحبة أن ننتبه لذلك جيدا لذلك ورد في الحديث من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض فسريعا عندنا مثلا أن عقد هذا الزواج الذي تكلم فيه وضع فيه بعض الشروط من هذه الشروط مثلا وضع في هذه الوثيقة قال أنه من حق الزوج يعني أن يطلع على أرقام الأرقام السرية الخاصة لحساب الزوجات على مواقع التواصل فيسبوك إلى غير ذلك طيب في حالة مثلا هي أخفت عنه شيء من ذلك هل تسقط كل حقوقها كذلك يعني مثلا يقول عن حقية الزوجة في الخروج من المنزل إلا مثلا يتفق أنها لا تخرج ولو لمرة واحدة دون علمي طيب لو خرجت هل بذلك أنت تسقط كل حقوقها كذلك اشتراط يشترط الزوج على زوجته رفضه للزيارات المنزلية لصديقاتها طيب لو وحدكت لها يعني من غير أنت ما تعرف هل بذلك أيضا تكون سقطت كل حقوقها كذلك أيضا وضع أن تلتزم الزوجة يعني بمصاحبة الزوج في الزيارات والمناسبات العائلية الخاصة بإصراته دون رفض أو اعتراض منها طيب في حالة مثلا كان عندها عذر شرعي أو كانت بتحصل مشاكل فطلبت منه أن لا تذهب معه مثلا لسبب معين في هذه الحالة هل تسقط كل حقوقها ينبغي علينا أيها الأحبة أن ننظر إلى مثل هذه الأمور فهذا العنوان يعني التجربة أو المساكنة أو المتعة هذا فيه امتهان للمرأة هذا فيه إسقاط لحق المرأة ينبغي علينا أن ننتبه ينبغي علينا أن ننتبه فنقول لهؤلاء جميعا اتقوا الله عز وجل كل واحد مننا ينبغي عليه أن يعرف حده فيقف عنده كل واحد مننا ينبغي عليه أن يعرف حده فيقف عنده ولا يتعداه إلى غيره أنا مثلا متخصص في كذا فأنا أحاول أن أعمل في تخصصي لا أن أدخل في مجال غيري أما بعض الأمور مثلا نقول أن الأمور القائمة والمشاكل والطلاء وكثرة الطلاء إلى غير ذلك هذا يحتاج منا إلى العلم أن نعود إلى العلم أن نعود إلى كتاب الله وأن نعود إلى سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف كل من الزوجين ما له وما عليه أن يعرف كل منهما ما له وما عليه ما له من حقوق فيؤديها وما عليه من واجبات فيعمل بها فعند ذلك كل واحد مننا لما يعرف ذلك ويعمل به ويقف عند حد الشر ترتاح الأمور وتنصلح الأحوال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وألقاكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله